من عجبك أسواعي دوماً أمامك أغلتني أحيا لك شعلتني أتجلك أغلتني أحيا لك شعلتني أتجلك أغلتني أتجلك أغلتني أحيا لك أغلتني أحيا لك شعلتني أحيا لك المؤمنين في كورنسوس وصحاح خمسة وعدد أربعة عشر بسم الأب والإبن والروح القدس لأن محبة المسيح تحصرنا إذن إذن نحن نحسب هذا إنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل لذاك الذي مات لأجلهم وقام دعونا نصلي دقائق يا رب يسوع المسيح في كل مكان في العالم لا تترك نفسك بلا شاهد يا رب أشكرك لأنك بركتني وفرحتني وشرفتني إن يكون موجود وسط إخواتي وأخواتي في هذه الكنيسة العظيمة يا رب اللي بيرنموا ليك وبيسبحوا ليك وبيعبدوك بالروح والحق يا رب يا رب نصلي إنك أنت تظهر ذاتك لكل واحد وحدة فينا وإنك أنت تتكلم لينا يا رب ويكون يا رب حضورك زي ما أنت وعدت حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم اظهر ذاتك لينا وتكلم إلى قلوبنا يا رب لأن لك يا كل المد آمين صدقوني اللي هتقوله بيجامل وبيقول أنا شخصيا كان نفسي أكون حاضر وأسمع أبونا السفان النهاردة وأنا بتكلم قدام إلهي ولا مش ممكن المؤمن يكون عنده كلام مجاملات ولا رياء لكن هو دعاني علشان خاطر بنتكلم النهاردة كنا بنسجل في الاستيديو النهاردة سجلنا حوالي ستة حلقات وكانت الحلقات كلها بتدور حوالين التلمزة الحقيقية للمسيح إن شخص يكون تلميذ للمسيح وقفنا يمكن في حلقتين اتاخذت الحلقتين من آية قالها الرب يسوع المسيح عن المحبة برضو زي ما رنمنا عن المحبة وقرينا هنا إذن محبة لأن محبة المسيح تعمل إيه؟ تحصرنا يعني بتلف حوالينا من كل جانب الآية في لوء 14 إنجيل لوء صح 14 قال المسيح أنا هبدأ بيها الصعبة طبعا ومش هحاول أفسرها بس هقول اللي احنا خدنا فيها حلقتين النهاردة في البرنامج قال الرب يسوع المسيح إن كان أحد يأتي ورائي ولا يبغد يمكن عدد سبع عشرين إن كان أحد يأتي ورائي ولا يبغد أباه وأمه وأخوه وأخته أمراته وأولاده حتى نفسه فلا يقدر أن يكون ليه تلميذة يا ريت لو جبتلي الآية بقى أشكرك جدا قال السلام التكنولوجي طبعا بدأ يلعب دور كبير اللي قبلها إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغد يبغد يعني يكره بشدة إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغد نفي نفي إثبات إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغد سبعة أباه وأمه ومراته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون ليه تلميذة هذا شرط أنا مش هتكلم عن التلميذة حقية أنا هتأمل شوية عن محبة المسيح بتعمل فينا إيه بس عايزة أقولك هذه صورة من محبة المسيح قال المسيح لو حد جه إلي وما أبغدش يعني أبغدش يعني كره بشدة سبع نوعيات من البشر أبوه وأمه وأخوه وأخته ومراته وأولاده ونفسه ما فاش حماته طبعا لو لاحظته يعني أنا معرفش هو مش مذكورة لا لكن سبع حماته ما كويسة حماته روح سبع من أقرب الناس يعني أبوه أمه وأخوه أخته ومراته وأولاده ونفسه سبع يعني هم سبع المقربين إلى البني آدم قال المسيح إن لو حد جه وراي وما كريش دولة بشدة ما يفعش يبقى تلميز أنا مش الآية حتى عندكم في كتابكم زي في كتابي آية صعبة يعني عايز تبقى تلميز للمسيح بيت أبوه أمه لا زنين لا زنين ممتازين أبوه أمه ده هو ده ده أحلى أبوه أم بس الآية بيقول المسيح لو حد حبي يجي وراي وما كريش أبوه أمه واخوه أخته ومراته أولاده ونفسه فلا يقدر طبعا أنا مش ده الهدف أني أتكلم عن الآية دي بس هذكر بسرعة إيه الغرض من الآية على الأقل تلات تفسيرات حقيقية لهذه الآية التفسير الأول برضو ده كله مدخل لكلمتين صغيرين مش هطول عليكم عن محبة المسيح فيها بتعمل إيه حبك نقة غير كل ما فيها أول حاجة أول حاجة معنى أني لما أجي للمسيح وأحبه وأبقى تلميز عنده أكره أبوه وأمي وأخوه وأختي وأمراتي وأولادي ونفسي طبعا حاشا أن يكون في تناقض في كلمة الله لأن ربنا عايزنا نحب أبونا وأمنا طبعا اكرم أباك وأمك التي هي أول والراجل لازم يحب مراته زي أكتر ده كما أحب المسيح أيضا الكنيسة يقول لها يا حبيبتي أنا أموت لأجلك بس مش يقول لها فعلا المسيح مات لأجل الكنيسة هو يموت لأجل المراته فلازم الراجل يحب مراته ويحب عياله ويحب أبوه وأمه وأخوه وأخته لكن التفسير الأولين للآية أني لما محبت المسيح تملاني انقارنت حبي للسبعة دولة بحبي للمسيح يصير حبي للمسيح إيجابيا وحبي للسبعة بطريقة سلبية واضح الكلام بمعنى أني دلوقتي درجات الحرارة مثلا في أنا جاي من فنلندا كانت درجة الحرارة مينس ثلاثة يمكن ولا خمسة وفي السودان أو في بعض البلاد تكون درجة الحرارة 45 في الوقت الحالي دي درجة الحرارة ودي درجة الحرارة فيه بالسالب وفيه بالإيجاب هنا فكرة مقارنة يعني حبي للمسيح الجارف يا ربي أيكو انقارنتوا بحبي لابوي وامي واخوي واختي ومراتي ونفسي يبقى حبي لي بالإيجاب حب قوي ويكون حبي لهؤلاء لازم أحبهم وحبهم جامد بس حينما يحصل مقارنة يكون حبي لهم بالسالب دي فكرة الفكرة الثانية للآية دي إن حينما أحب المسيح محبة قلبية وافهم حبيني قد إيه هتصرف بعض التصرفات اللي يبدو فيها إننا بكره السبعة مثلا أبسط مثال وأقوى مثال أبونا إبراهيم راح جاي بالواد وربطوا رابط إصحاء مش بيهزر وكان ناوي يقتله هو كان واثق إن ربنا هيقيمه من الأموات بس هو كان ناوي يقتله يطيع ربنا ونازل يتبح إصحاء أي شخص يشوف الحكاية دي يقول إبراهيم بيحب إصحاء ولا بيكرهه وبيتبح الوقت يبقى بيحبه ولا بيكرهه بيقول يكرهه بس ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي إيه؟ تحبه إصحاء إذا سأتصرف أحيانا بعد التصرفات في اتجاه خدمة ربنا بكل قلبي وعطاء لربنا للدرجة اللي فيها ممكن بعض الناس من المقربين حتى نفسي تحس إن أنا مش بحب نفسي مش بحب أبو يومي بس أنا بحب أبو لكن الفكرة الثالثة في هذه الآية وهي إن إذا حبيت الرب محبة حقيقية على فكرة لا توجد آية في العهد الجديد أو في الكتاب كله المسيح يقول حبوني طبعا فيه في النموس تحب الرب إلهك ده دي وصية لكن المسيح على الأرض هل قال لواحد حبني؟ حاشا ليه؟ لأنه مش محتاج الرب يسوع يقول لحد يحبني وإنت قال المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباؤه مات لأجلي حبني يعني مش ممكن أنا تخيل معقولة أقول لولدي ولدي اللي باب مثلا بجيب له هدايا وكده حبيب أقول له يا يد لازم تحب باباك هو يحبني من غير ما أنا أقول له لأنه أنا بابا اللي بحبه لا توجد آية لا توجد وصية صريحة قالها المسيح لحد أحبني هو سأل بطرس قال له يا سمعان بن يونة أتوا حبني؟ بيستفسر أو بيحاول يفحص هذه المحبة معنى الثالث باختصار شديد أنه حينما أحب المسيح محبة قوية أشبع بهذا الحب قلبيا وعاطفيا وداخليا للدرجة اللي فيها لا أحتاج لمحبة من هؤلاء السبع حتى نفسي يعني يعرف يبقى ينبوع مليان به للدرجة اللي فيها حب أقرب الناس حب أمي وأبوي وأخوي وأختي مهمين طبعا بس أبقى مش هو الاعتماد لأن في مرة قال داود إن أبي وأمي قد تركاني غزب عنهم تركوه فهم أحيانا أبوي يومي بيتركوني أحيانا لقدر الله مراتي أو جوزي بيكون عندهم ظروف صحية مش تعبانين مش قادرين يعطوني الحبانة يظل حب باقي هذه الآية الصعبة مقياس قاله المسيح مرة أخيرة أوله الآية إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغط أبوه وأمه وأخوه أخته ومراته ونفسه أولاده فلا يقدر أن يكون لي تلميزا أرجو أكون يعني وضحت الحسن الآية دي أنا ما عرفتش ليه قلتها النهاردة فكرني بيها البرنامج بس كذا مرة أتكلم يعني تيجي في ذكر وعظة أو خدمة والأسف بعض المستمعين ما يكيبش مركز يعني يبقى صارح مثلا إنه فيه في العشة هياكل ماكدونالد بفيش ماكدونالد هنا هياكل هيطبخ إيه وكده بس هو تصحى مثلا وأنا بقول يبغد أباه فبعد الكنيسة جزة ومرة تعرضت إزاي توعز وتقول للناس الراجل ما يحبش مراته يا عم أنا ما قلتش كده أنا قلت أحب كتاب المقدس قال إن أحب المسيح محبة عظيمة لدرجة حينما يقارن حبي للمسيح بحبي لكل الأفراد حتى أولادي حتى نفسي يكون بالإجابة وهذا يعتبر على فكرة شيء يعني زي ما يقولوا علامة بصراحة بتحب الرب أكتر ولا بتحب نفسك ولا بتحب أبوك وأمك وأخوك وأختك ومراتك قرينا الآية الجميلة اللي قالها الرب اللي قالها الرسول بوليس إن محبة المسيح تعمل إيه؟ تحصرنا أنا همر في دقائق قليلة مش هطول عليكم لبعض تأثيرات هذه المحبة زي ما رنمنا في التانية ما كنتش مجاهز حاجة أولى بس رنمنا حبك غير نقة كل ما فيها أخذ مثلا حاجة من العهد الأديم بسرعة مثلا يقول الكتاب في سفر النشيط أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة محبة الخمر في الكتاب دايما رمز للفرح تمام؟ أعطوا خمرا لحزين أو ليائس والرب يسوح حول الماء إلى خمر ما سكرهمش لكن صحاهم وخلاهم فرحاً أول تأثير لمحبة الرب لنا وتمتعنا به بجد أنك تبقى فرحان رغب كل الظروف وتبقى كأنك لا تأمل حال نحن في مصر حالياً عندنا سوريين هنا الغالبة السوريين عندهم مشاكل دلوقتي في الشرق الأوسط والمصريين عندهم مشاكل ما زالت أكتر والعراقين دولا خليوا بعليك دولا يعني يقول لك كل شزين بس ما فيش زين الدنيا لسه فإذا أنت بتفتح الأخبار بتشوف أهلك هناك هتكتئب بصراحة تدخل على نشرات الأخبار على الانترنت النهاردة أنا دخلت الصبح سعيد بس بصيت على خبر لقيت المكان اللي أنا ساكن فيه اسمه شبرة الناس بيدربوا بالملوتوف وكده وأنا ساكن هناك صلت بمراتي قالتلي ده أنا طلعت وعديت جنبهم بس ربنا أنا الجاني انت لو بتكون بس عينيك على العالم وعالأخبار وهنا في كندا السنين اللي فاتت في أمريكا وكندا كان فيه حاجة اسمها بس ما فيش في كندا حصل المهم اني كنت في أمريكا كل ما دخل بيت يقولي الريسيشن وأسأل واحد بعد عمران طويل لما تموت تروح فين يقولي في الواقع الريسيشن يا عمي أنا بقولك عن سمى ولا الجحيم فالناس بتركز دايما على المشاكل بتاعتهم أو على الأمراض أنا عايزة أقولك خبر خبر من كلمة الله وخبر باين على وش أبونا مش مجاملة الفرح الحقيقي الغير مرتبط بالظروف لا ينبع إلا من حب المسيح لي وحب للمسيح وعلينا إن كنت دايما دي بريست ودايما كئيب ودايما بتقول أنا كئيب غصب عني لأن الظروف أو أنا عندي مرض ولا عايزة أقولك في آية بتقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا وأنا شفت شفت كتبت مقالة عن بنت أخويا سمير جريس وقلت أمير التورونتو ما زالت تشهد ظهر التورونتو فاكر لما عملت معها قعدة وهي كانت بدأت تتعب وتكون على كرسي متحرك شاهد المسيح إلى هذا اليوم السلام اللي في جريس ما زال في قلبي وفي عناية ومنسهوش مش عشان كتبت عنها مقالة أو عملت عنها قصة في البرنامج وهكذا مش عايزة أحكي بس قصة أنا شفت ناس فرحانين بربنا شهر اتناشر اللي هو من سنة بالزب كنت مسافر من تورونتو لمصر وكان فيه شاب عراقي في المستشفى اسمه هو فيك ما عرفش تعرفه ولا أنا يعني كل ندمي اني ما كانش عندي موبايل في جيبي زي ده سيلولار فون يعني أصور هذا اللقاء لأنه مهما أقول لكم وأوعاسكم ما حدش هيصده قلت له أنا رحت لقيته المستشفى قال له خلاص انت هو بلس كيس ولازم تروح فأنا دخلت لقيتهم حطين الشنط وطلعين كانت أخر زيارة لي كنت أنا طالع على المطار بقول له يا هو فيك رب قادر يشفيك قال لي واذا ما شفانيش بابتسامة حقيقية والكانسر كان ملك قال لي واذا مصدقني الفرح الحقيقي بالروح القدس يا شعي منه قال لي واذا ما شفانيش أنا تغيرت أنا طوبت سنة 85 طوبة حقيقية وتغيرت حياتي وأنا عيشت للمسيح وهو أكيد يديني حياة أبدية أنا مش خايف من الموت وأنا فرحان في كل حاجة قالها بالحرف الواحد أنا فرحان في كل الظروف قلت له يا أهلا لو معايا كاميرا كنت أصور دي علشان لما أقول للناس بعد كده أو قبل كده إن فيه واحد قال أنا فرحان وهو في آخر كان فاضله كم يوم قليلين في آخر لحظاته فرح ايه ده فرح ايه ده فرح الروح القدس أما ثمر الرح فهو محبة فرح أول عمل من أعمال المحبة بتديك فرح رغم الظروف إن كنتم لا ترونه مش شايفينه بالعيان لكن تؤمنون به اسمع فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد فرح الفاجر إلى لحظة يعني الفرح بالكوكاين والهروين والزنا والكويسكي فرح من بره الجوه وفرح قذر أنا مش بقول يعني دي حتوصف ليه لكن فرح الرب مجيد ومن جوه البره كم أصلي أنت تختبر محبة المسيح يوم ما تختبر محبة المسيح والملء بالروح القدس يمتلق قلبك بفرح غير عادي أقول صفة تانية للمحبة أو عمل تاني للمحبة المسيح اللي بينقي في سفر الأمثال وصع 18 يا ريت تطلع لي يا أخويا الحبيب هذه الآية الشهيرة أمثال 18 ويمكن آخر عدد يقول الكتاب المكثر الأصحاب عدد آخر عدد يخرب نفسه ولكن يوجد محب ألزق من الأخ عمل محبة المسيح في حياتك تخليك فرحان خلي بالك بغض النظر عن الظروف في حين إنك بدون محبة المسيح هذا ليس وعظ ولا كلام ده حقيقة ناس بتختبرها كل يوم بدون محبة المسيح رغم توفر كل أسباب الفرح اللي عندك يمكن تكون فكرت اللي أنت حقا فكانت قابلت مع ناس عندهم أحلى بيوت وأحلى زوجات أو أحلى أزواج وأحلى بنات وأكتر فلوس ونجف جميل في القوضة وأكلهم حلو بيعملوا ظلمة وبيعملوا مقلوبة مقلوبة وبيعديلوا معدولة وبيعملوا حاجات جميلة جدا ولكن ياخدني في قط المكتب وأحضراتكم تعرفوا في قولي أنا فكرت في الانتحار مرتين ومرة حاولت وفشلت وبالمناسبة بيفكروا في طرق انتحار بايخة يعني أنت بجد لو فكرت في الانتحار تعالى لي بعد الكنيسة أنا عندي بنعمة أنا طبيب بشري صابق عندي طرق الانتحار سهلة جدا يعني حاول تجيني قابلني وأنا أقول لك طريق ايه تيرمي نفسه تحت القطار ده كلام لا يعني يعني يعمل طريقة نعم آه دي فيه حاجات سهلة خالص بس اللي عايز يقول لي يعني يجين وفري يعني أنا مش هقوله فرح الرب هو أول عمل من أعمال المحبة أنا ذكرتها تاني حاجة إن تحس إن ليك رفيق وصديق زي ما فسرت معنا إن السبعة دولة يبقوا بغضة المكثر الأصحاب يخرب نفسه لكن يوجد محب ألزق بالأخ أنا عارف بالإنجليزية فريند جاي لكن في بعض الترجمات أيضا بالإنجليزية جاية محب من اليوم اللي الواحد بيتوفي وما يبقاش مجرد مسيحي بالإسم علشان هو اتولد مسيحي وتعمد مسيحي وهذه بركة عظيمة لكن يبقى مسيحي كمان بالقلب من اليوم ده بيلاقي صديق حقيقي ماشي معاه يقول أساف أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعض في أحد البلاد يا أبونا قالوا لي على أخ إنه مستحيل وإنت ماشي يرضى يخليك تمسك إيده اليمين فأنا قلت ليه قالوا هو في الصعيد عندنا يعني زي حمصي كده عندكم في الصعيد وأنا صعيدي على فكرة فإيه فقلت لهم ليه قالوا أصل هو متمسك بالآية دي بتاع المصبور 73 إنه إيده اليمين مسكها ربنا وإنه الرفيق زي الترميمة القديمة اللي بتقول نمشي معا نحكي معا كأفضل الرفاق فأنا فعلا ماشيت معاه وأنا ماشي معاه بجد بجد جدا إيده اليمين ماشيت كده وبإيد الشمار فأنا قلت إيه يعني هنا طبعا عارف كندا ممنوع علشان يقولوا إزاي رجلين مسكين إيدين بعض بس هناك مفيش الفكر ده خالص عادي بنمسك إيدين بعض ونبوص بعض مفيش الفكر ده فأقلت له قال لي لا لا مفيش حاجة قلت له ايه يعني قالوا لي اللي محدش بتحب قال لي بصراحة إيدي مشغولة قلت له هيدو مشغولة تتروحا علينا يعني تتدروش علينا أنا بقول له كده قال لي لا بجد أنا حرفيا أنا حرفيا حاز إن الرب يسوع ماسك إيدي أهل خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن يخطف أحد من يدي الأمهات والأباء مرات لما أولادهم يتبروا ويسبوهم وما يتصلوش كتير ولا سيامة في الكريسماس والبرد يزعلوا وليهم حق رب الواد والبيت والواد والبيت لازم يسألوا على أبوهم أمهم صح ولا لا بس حين الأب والأم يكون عندهم صداقة مع المسيح صداقة بمعنى الكلام يبقى حتى لو الواد أهمل هم مشغولين كمان أنا معرف ناس قالوا لي كطبيب بشري قالوا لي إحنا بنروح للساكاتري حتى في الميدل إيس في بلادنا في مصر ناس غناي أروح للساكاتري مش عشان يديني علاق علشان يسمعني أنا أعود عنده يعمل لي تحليل نفسي يسمعني ساعة وأنا بخف برتاح لأنني مش راضي على حد يسمعني أنا أقول لها كذا مراتت أنا مش عايز حد يسمعني عايز أقول لك نصيحة بجد إذا مش لقي حد يسمعك ولا فضيك تعالي للصديق العظيم هو تعتقدني دا كلام وعظ ولا دغدغد مشاعر لا هذه أمور متأقنة عندنا حينما يكون يسوع المسيح صديقك أو صديقك بجد تشعر بإني أنت خليل الله ثلاث مرات في الكتاب المقدس دعي إبراهيم خليل الله أقول كمان آية تانية من العهد الأديم وأنقل على آيتين ثلاثة في العهد الجديد وعلشان الوقت بتاع حضراتكم ما أخدهوش أخد مزمور 18 مساء أشهر الآيات عن المحبة يقول أحبك يا رب يا إيه يا قوتي نعم أحبك يا رب يا قوتي فاندايك آه الرب وسخراتي وحسن فمن ضمن أعمال محبة المسيح اللي بتنقي إنك بتديك قوة محبة المسيح ليك ومحبتك للمسيح بتديك قوة جبارة لإنك تكره الخطيئة وتعيش للمسيح وتنفذ ما يريده الله مش بالعافية يعني أرجو إن الله جاب تحت تكون يعني اسأل أبونا سطفان وأنا متأكد معيني دي أول مرة أتشرف إن أتقابل معاه وأنا لا أمدع ولا حاشا إن أكون مرائي لكني أشعر بالروح القدس وأتكلم بنعمة الرب بالروح القدس اسأل أي خادم للمسيح بيخدم الرب لأجل المسيح مش لأن دي شغلته وقل له إيه اللي بيخليك تعمل كده يقولك حبي للرب يسوع بيديني طاقة جبارة أنا لا أنسا الأوقات اللي فيها بديت أتوب وأعيش لربنا من قلبي وتحول من مجرد مسيحي بالاسم بالبطاقة إيه لا بالهوية يعني إلى مسيحي فعلا حقيقي فهمت يعني جي خادم في كنستنا وكنت أول مرة أفهم فكرة الصليب أنا أعرف إن المسيح تصلب وإنه مات عشان خطيانة لكن كنت أول مرة أفهم فكرة البدلية كنت أول مرة في هذا اليوم أخص الصليب المسيح ليا بمعنى يعني بجد بدل ما أنا ترمي في النار يسوع المسيح تشوع الصليب واحتمل عذابات العدل الإلهي بدالي طب ليه؟ لأنه بيحبني يعني معقولة المسيح تف على وشه ده أنا مع نفسي يقول وعز بي وعز كنت ياما أنا المسيحي بس أول مرة أخصص محبة المسيح ليا صليت عادت تقول لي ليه لا صلي كنت أول مرة دي وقت أصلي تاني يوم الصبح كنت طبعاً كأشباب مين علاقات نجسة وكلام نجس ومشاوير نجسة وكادت يا أخي قوة غريبة أجي أعمل حاجة مبارح أشوف منظر مش بعناية الحرفية منظر روحي يرسم المسيح زي ما قال لي بتوع غلاطية أنتم الذين رسم أمام عيونكم المسيح مصلوباً أحس كده أجي أنظر نظرة شريرة أخد سجارة من أصحابي أشربها أبص ألاقي دم المسيح السائل ده مش بعناية مش بعناية بقلبي أشحر بقوة جبارة وأقول لنفسي يا زكريا تجرح قلبه تاني لا مش هعمل كده مش علشان أروح السماء ولا النار ولا علشان الخادم أو أبونا الأسيس يرضى عني ولا ما يرضاه شمعيني طبعاً كويس أنه يرضى عني بس قوة المحبة بقول معقولة حبيني للدرجات دي المحبة تعطيك قوة هتقول لي طب ما أنا عارف محبة الرب في فرق إنك تكون عارف وفي فرق بإنك تكون اختبرت هذه المحبة وتحولت إلى حياة عملية تعيشها لهذا يقول داود في هذا المزمور أحبك يا رب يا إيه يا قوتي إحنا خدنا ثلاث حاجات تعمل من محبة تعمل إيه تفرح حبك أطيب من الخمر ثم تصادق المكسر الأصحاب يخرب نفسه لكن يوجد محب ألزخ من الأخ ثم تعطي قوة أقول صفة ولا حاجة ولا حاجتين من العهد الجديد مثلاً هنا الآية اللي أنا أريد أتكلم عنها كم بيقول لأن محبة المسيح تحصرنا يعني محيطة أبص فوق ألاقي نزل من السام على الأرض أبص تحت ألاقي انقذني من الجحيم أبص قدامي ألاقي إنه هو الهدف العظيم أبص ورايا ألاقي إنه نجاري من الماضي المظلم بتاعي أبص يمين وش محصراني دا المؤمن الحقيقي اللي يعنيت فتحت على محبة المسيح محبة المسيح تحصرنا طب وإيه الحكاية قال إذن نحسب هذا عمل حزبة إن كان واحد أي يسوع المسيح مات لأجل الجميع فجميع إذن ماتوا أي كانوا أمواتاً بالزنوب والخطايا فليعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل لذاك الذي مات لأجلهم وقام والآية اللي بعدها أشهر الآيات اللي بعد اللي بعدها بتقول إذن مرتبطة بمحبة المسيح إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الآية اللي بعدها الأشياء العطيقة قد مضت هو زال كل قد صار يبقى محبة المسيح بتخليك تحسب الحزبة وتقول أنا عايش أعيش حياة جديدة حياة متجددة أنت عارف الآية بتاعة رسالة طيتوس اللي بتقول غسلة الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس معناها إيه؟ معناها لو بتحب المسيح خلي بالك كل يوم زي ما صلى أبونا من شوية دوب قلبي وقال يا رب عايزين نكون مشابهين صورة ابنك كل يوم صدقني الروح القدس يعمل منك نسخة قريبة من شخصية المسيح اللي يقرى حياة فرنسيس الأسيسي مش عارف قريتوها ولا لا الراجل ده القديس فرنسيس الأسيسي بجد لما تقرى تاريقه كان بس عايش هدفه يبقى زي المسيح عشان كده حتى كان بيحب الطيور وكان بيحب الناس وكان حاجة كل يوم الروح القدس يعمل منه نسخة لغاية ما كل حياته تقرب تبقى شكل المسيح لا أقصد شكل الوش ما عني حتى شكل الوش بيبقى قريب من شكل الوش بتاع المسيح بجد بس أقصد في التصرفات قلبه زي المسيح عينيه زي المسيح دي المسيح كان ينظر ويتحنن هو ينظر ويتحنن خليقة جديدة وكل يوم نسخة جديدة ما قلتش لا ما أنا خلاص طبت واتغيرت لا 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 يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بإيه بتجديد أزهانكم كل يوم بعرف أكتر عنه وكل يوم بتغير أكتر وكل يوم بعرب للصورة المجيدة صورة ربنا يسوع المسيح إذن محبة المسيح تعطيني أن أكون متغير تاخد واحدة تاني هاخد واحدة تاني مثلا آية الشهيرة في يحنى عشرة يحنى حدواشر مرسى ومريم بعتوا جواب للمسيح ألوله هوزا الذي تحب مريض وطبعا كانوا أسجئة جدا لم يقولا مرسى ومريم للمسيح الذي يحبك مريض وإن كان العزر بيحب المسيح ده نصيحة يعني أنا بأعمل كده اوعى وأنا بصلي أقول له يا رب يعني يا رب استجب لي عشان أنا بحبك أنا حبي لي ضعيف بس دايما أقول له يا رب أرجوك اعمل كده علشان أنت بتحبني هم عملوا كده قال له ده أنت بتحبه فتعالى علشان تشفيه ومحبة الرب يسوع بتشفي هو مش مش شفاء هو أقامه من موت أربع تيام أقول لكم حاجة ما تستعلوش مني أشوف ناس خدام وخدمات في الكنيسة أقول ومرات ما يسلموش على بعض اتنين منهم ما عليش يا أخي زكريا أو يا أبو ناص هو أنا الاقتصار عبادة ما عرفش تعبير مصري عندكم ايه بعدين أنا تخيل أنها عملت معايا كذا سلمت علي يا أبو الدياوشة من ناحية تانية دي ما بتقدرنيش هي مش عارفة أنا مين وهي مين أنا مش عارف أنت مين أساسا وأنا مين أنا التراب في تكري يا نفسي يعني أنت مين بعد معلش مع كل تقديري حتى لو حضرتك ايه أنا عارف غني وصوحتك كويسة واخد بي اتش دي في ثلاث مواد روعة بس في النهاية انت مين وأنا مين احنا تراب فتقولي أو يقولي بس ما تسعلش يا أخي زكريا أصلي أنا حساس أنا حساسة فلأني حساسة مش بقدر أغفر أهو الرب ياسوع يعالجك من الحساسية الزيادة ولو الأخ أو الأخت سلم عليكم وابتسامتش يبقى زعلاني ولو روافع سمع التليفون ونسي يسلم على بنت بنتك يبقى زعلاني ولو ما زركش لما مش عارف ابن خالت عمت مراتك تجوز يبقى انت زعلاني يا عم يرحم يا عم يرحم عشان خاطر ربنا وقول محبة المسيح بتشفيني محبة المسيح بتشفيني من صغر النفس شفت ناس عندهم صغر نفس مولودين في ظروف فعلا وبيقوا أبطالي محبة المسيح تشفيني من الكبرياء محبة المسيح تشفيني من الاتضاع الزائف وهكذا محبة المسيح تقيمني هقول حاجة أخيرة وخلاص بقى محبة الرب يسوع تغسلني من خطاياي ومحبة الرب يسوع تقدسني وهد المايكروفون لابونا بس أقول كلمانا أشهر الآية رؤية واحد خمس الذي أحبنا حد فاكر بقى الآية وقد غسلنا من خطايانا بدمي إذا اختبرت محبة ربنا بجد النهاردة وربنا فتع عينك على صليب المسيح يجي الرب يسوع ويعمل لك غسيل بمادة عظيمة هي أقوى مادة للتطهير من الخطيئة المادة الوحيدة للطهر من الخطيئة اسمها دم يسوع يطهر من كل خطيئة وهنا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايا إذا لسه عايش في خطاياك بعينك بتحضر الكنيسة والأداس وترجع تحلف تشتم تتخانق تدخن السجارة هي هي سواء محشية ما فيش حاجة اسمه محشية يعني يعني انت ما تعرفش خالق يعني مثلا يحطه فيه حتة أصل فيه حتة يحط مخدر يعني مش بحاجة اسمها بانجو مرجوانا أو حشيش وإيه تسمعه ففيه ناس كده ويسمع الوعظة ويطلع زي ما هو هي يحضر كده لكن ده ما تغسلش مثلا بيشتم أو تخيل مثلا أنا هقولك حاجة بس مش هصدق أنا شفت راجل مرة ضرب مراته مش هتصدق أنا عاد هتقول علي واعز غير صادق بس حصلت تخيل الوقت راجل ده اللي ضرب مراته يدخل الكنيسة ويطلع بنفس الصفة يبقى تغسل ولا ما تغسلش ما تغسلش إنه ما تابش وما اختبرش محبة الرب وقال المسيح إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلك ونقول له يا رب خلي محبتك تغسلني من خطائك وأيضا تقدس أحب المسيح الكنيسة لكي يقدسها يعني يقدسها يخصصها ومحبة المسيح تعطينا انتصار يعظم انتصارنا بلاذ يحبانا ويعطينا أشياء كثيرة مش أقدر أتكلم عليها لكن عايزة أسألك سؤال الليلة هل حب المسيح ليك تاريخ أم حب المسيح ليك حياة عملية بصراحة أسألك سؤال تاني وأخلص معك أول ما تصحى الصبح كل يوم بتعمل ايه؟ بصح بصح يعني تصبح بوشي مين على الصبح يعني لا أنا مش بقول كلامنا كل يقول لك ربنا وبتاع أنا بقول الحقيقة انت بتعمل ايه؟ يعني أول ما تصحى كده قبل ما تاخد السجارة أو بعد أو بلاش السجارة خالق نعم أشرب قهوة أنا عايز كده الإجابة للصحة دي بعد ما شربت قهوة تعمل ايه؟ هل فعلا أول ما تصحى بجد حصلت معاك؟ أول ما وأنت عالسير الكده قايم وتقول له يا رب أنا مزمور 17 أشبع إذا إيه؟ استيقظته بشبهك أول حاجة تقول له صباح الخير يا رب يبقى يوم مبارك وتقول له يا رب أنا محبتك ليه النهاردة عايز طول اليوم يا رب أعيش في جو المحبة ومش عايز منظر صليبك إنك ادبحت بدالي وادفنت وأمتي تشال من علي صدقني تعيش اليوم في قداسة وفي فرح وفي صداقة مع الرب وفي نصرة وفي تقديس وفي تغسيل وفي قوة وفي خليخة جديدة متجددة كل يوم